موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدق لامجريد من قناة الرافلين نرصد فيه أبرز ما كتبت بعض الصحف العراقية والعربية والعالمية ونبدأ من أهم العنوين نقرأ في صحيفة المدى يقليم كردستان يسلم بغداد مئات المطلوبين قضائيا وفي القدس العربي لجنة تحقيق حكومية جديدة بعد مقتل وإصابة أكثر من عشرين متظاهرا عراقيا ونقرأ في العرب الجديد ميليشيات حليفة لطهران تطويق المنطقة الخضراء في بغداد أما في الشرق الأوسط إردوغان يقول إن لقاءه مع بايدن في يونيو قد يشكل انطلاقة جديدة في العربي واحد وعشرين الاحتلال يعتقل مئتين وخمسين فلسطينيا بالداخل المحتل خلال يومين في الجارديام سوريا تدخل الانتخابات بعد تحولها لدولة عصابات والأسد هو توني سوكرانو الشرق الأوسط وأخيرا في يالوموند السلطات الإيرانية تغلق لعبة الانتخابات الرئاسية لفسح المجال أمام مرشحيها المفضل تقول الكاتبة هيفاء زنجنة لقد حققت فلسطين القلب والروح إنجازا هائلا تبدى بخروج مئات الآلاف من الناشطين والمؤيدين من جميع أرجاء العالم إلى الشوارع تضامنا مع الحق الفلسطيني بالتحرير فكيف البناء على هذه الأرضية الخصبة من التضامن مع الصامدين كيف نسق النبتة لتنمو وتتبرعم وتزدهر كيف نجنبها الجفاف يأتي التساؤل مشوبا بالمخاوف والحرص على ما أنجز واستعادة تفاصيل تحمل بعض الشبه من الماضي القريب تفاصيل أيام أو تفاصيل أيام الاحتجاجات المليونية المناهضة لغزو العراق والتضامن العالمي المذهل الذي سبق الاحتلال في أذار مارس من عام 2003 استمدت الحركة التضامنية العربية العالمية قوتها من المقاومة العراقية المعادل الموضوعي للاحتلال كانت التكلفة كما في فلسطين باهظة الثمن وتهمت المقاومة كما في فلسطين بالإرهاب وتسلل إلى النسغ الوطني داء التمزيق الاستعماري الجديد الطائفي العرقي المعجون بالفساد والعملاء المحليين وعلى الرغم من نجاح المقاومة في وقف توسع المد الإمبريالي إلى دول أخرى وحققت ما تنبأ به النائب البريطاني جورج غالوي أثناء المظاهرات قائلا إذا بعد بوش نصف مليون جندي إلى العراق جميعهم من الأمريكيين لا يسانده غير رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون فسينتهي به الأمر في الجحيم وسيعود الكثير من الأمريكيين إلى بلادهم في حقائب بلاستيكية إلا أن المقاومة لم تنتصر وكانت نقطة الضعف الكبرى هي عدم توصل فصائل المقاومة إلى اتفاق للعمل سوية من أجل التحرر الوطني استغل العدو نقطة الضعف هذا مع تنصيب ودعم حكومات تدين بولائها له فأدى غياب الاتفاق الوطني وتوسع حلقة المستفيدين من النظام الطائفي الفاسد إلى تفريخ احتلالين بدلا من احتلال واحد وتحولت أرض العراق إلى ساحة لاستعراض القوة والتفاوض بينهما إن استحضار الوضع العراقي بنقاط قوته وضعفه بمقاومته وعملاءه بما أحاطه من تزييف وكذيب لتبرير غزوه واحتلاله واستقطابه حملات تضامن شعبي العربي والعلني لا يعني بالضرورة تطابقه مع الوضع الفلسطيني إلا أن هناك بعض الملامح العامة التي قد يكون من المفيد إلقاء نظرة عليها إذا ما أردنا ديمومة الإنجاز الفلسطيني حتى النصر وتحويل إيماننا بالعدالة والحرية إلى واقع بالاحتلال هناك إصرار من المحور الإيراني على المتاجرة بشعارات دعم الفلسطينيين رغم افتضاح زيفها جاء ذلك بحسب مقال للكاتب نظير الكندوري الذي جاء فيه نجد أن هناك من يتاجر بالشعارات التي تدعو لنصرة الفلسطينيين ويدعون أنهم من مقاومي الكيان الصهيوني ويزايدون على الأحرار من العرب والمسلمين في وطنيتهم وولائهم الإسلامية من خلال تسخير آلتهم الإعلامية حتى يدلسوا على العالم ويظهر أنفسهم بأنهم هم الوحيدون الذين يقفون إلى جانب النضال الفلسطيني رغم أن الجميع يعلم بأن تلك الجهات ومن يرعاها في طهران لم تطلق حتى رصاصة واحدة ضد المحتل الصهيوني الجميع يعلم بأن مساندة إيران الإعلامية لنضال الشعب الفلسطيني ما هي إلا دعاية إعلامية تريد منها التقرب للشعوب العربية والإسلامية لتسويق نفسها عندهم لأنها تعرف أكثر من غيرها أنها مرفوضة بأفكارها الطائفية والتوسعية لكنها أيضا تعرف مدى تأثر تلك الشعوب بقضية فلسطين ومقدساتها الإسلامية وبالتالي فهي تريد الاستفادة من تلك المساندة الفارغة لتجني ثمارها بزيادة نفوذها في المناطق العربية والإسلامية ومع الأسف فقد انطلت أساليب الخداع الإيرانية على شريحة ليست بالقليلة من شعبنا العربي والإسلامي وظنوا أن المحور الإيراني هو بالفعل ضد الكيان الصهيوني ومع حقوق شعبنا الفلسطيني العادلة لكن وبعد اندلاع ثورة سوريا وانحياز المحور الإيراني وميليشياته العراقية واللبنانية لدعم نظام الأسف ضد شعبه ومن قبلها حربهم الطائفية التي أشعلوا نارها في العراق انكشف زيفهم بحيث وصلنا إلى مرحلة لم يعد هذا المحور يجد من يتبنى آراءه وأكاذيبه سوى من يقوم بأمر الدعاية له من جيوش إلكترونية تابعة الله تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي إن الكثير من الشعوب العربية والإسلامية تعيش في ضيم وقهر واستبداد لا يقل في قسوته عما يعانيه شعبنا الفلسطيني حتى تحت الاحتلال الصهيوني ورغم ذلك إذا ما أرادت تلك الشعوب مساندة القضية الفلسطينية ونضال شعبها فالساحة لهذه المساندة كبيرة وواسعة قم لشهداء تشرين عنوان مقال في صحيفة المدى للكاتب علي حسين نتأمل الصور التي ازدحمت بها مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرات من قتلني التي تطالب بالكشف عن قتلة متظاهري تشرين وندقق جيدا في هذه اللحظة التي تتشابك فيها أيدي شباب الناصرية مع فتياني الأعظمية وأصوات متظاهري بابل تختلط بأصوات محتجي كربلانة تحت نصب الحرية ترفرف صور صفاء السراي وإيهاب الوزني وأمجد لدهامات وفاهم الطائي وهشام الهاشمي وسعاد العلي فيما تبتسم رهام يعقوب لعمر سعدون في ساحة النسور وتنتظر سارة يعقوب أن يعود حبيبها حسين عادل أكثر من سبعمائة شهيد طافت أرواحهم بين ساحة النسور والتحرير مرورا بساحة الفردوس وهم ينظرون إلى الانتفاضة المقدسة التي اختطف شعلتها شباب بعمر الزهور كان الشهداء قد أصبحوا أيقونتها هذه الشعلة المقدسة التي تلقفتها الجماهير فتدفقت في ساحات الوطن بعد أن تصور حيتان الخراب أنهم استطاعوا أن يحاصروا روح الاحتجاج والرفض في نفوس العراقيين في استعادة انتفاض التشرين تبقى صور الشهداء حية في ضمائر العراقيين وستتوارى صور القتل مثلما توارت صور الكثير ممن لا يحبون أوطانهم تقول لك معظم الجهات السياسية من على شاشة التلفزيون إن تظاهرات الشباب في ساحة الوطن حق مشروع لكنها في المساء تصم هذه القوى آذانها وعيونها عن الجرائم التي ترتكبه ضد المتظاهرين ولا تنسى عزيز القارئ أن الحكومة ستندد صباح اليوم التالي بعمليات القتل وتعلن إجراء تحقيق فوري لمعرفة من أطلق الرصاص من بين أبرز أخبارنا أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان لم تصدر بيانا تدين فيه ما جرى من قتل واختيالات لكنها بشرتنا بأن قانون جرائم المعلوماتية جاهز وأخبرنا أحد النواب الأشاوس بأن أهمية القانون في أنه يحتوي على عقوبات قد تصل أحكامها إلى الإعدام يقول الكاتب منذ انطلاق تظاهرات تشرين وأحزاب السلطة تريد أن تؤكد للعالم بأن الذي سرق البلاد وخربها وأشع الطائفية والمحاصصة وباع المناصب إنما هم العراقيون المعتصمون ضدها في ساحة الاحتجاج وإلى تقرير لمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تناول فيه الهبة الشعبية في مناطق الثمانية وأربعين المحتلة أسبابها وتدعكاتها أكدت الهبة الشعبية الفلسطينية في مناطق الثمانية وأربعين على وحدة الشعب الفلسطيني وانتماء الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى القضية الفلسطينية وأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وعلى استعدادهم للانخراط في النضال الفلسطيني للحفاظ على عروبة القدس وضد مجمل سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية فيها وقد مثلت قضية القدس بما تحمله من تعبيرات رمزية سياسية ودينية الرابط الرئيس الذي وحد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مع بقية الشعب الفلسطيني ويعاني سكان القدس السياسات الاستعمارية الاستيطانية نفسها التي يعانيها فلسطينيون الثمانية والاربعين من استيطان وإخلاء منازلهم قسرا في المدن الساحلية واللد والرملة وفي النقب والتضيق عليهم مكانيا وإغراقهم في الجريمة والعنف والتعامل معهم بتراتوبية على مستوى الحقوق المدنية والقومية وقد أكتت الهبة الشعبية في مناطق 48 تهافت خطاب الاندماج في النظام السياسي الإسرائيلي الذي أثبتت الأحداث الأخيرة جوهره الاستعماري وسقوط محاولات الفصل بين الحقوق الوطنية والحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في مناطق 48 فرضت الهبة الشعبية على المجال السياسي الفلسطيني داخل الخط الأخضر ضرورة إعادة التفكير في أهمية تنظيم المجتمع الفلسطيني ومراجعة خطابه السياسي بحيث يجري التواؤم مع التغيرات التي كشفت عنها الأحداث الأخيرة لقد تجاوز الشباب الفلسطيني بوضوح القيادات وتنظيمات السياسية التي جاء تحركها منفصلا ومتأخرا أيضا عن الهبة الشعبية على عكس انتفاضة الأقصى عام 2000 التي تميزت بمواكبة النخب والجمهور معا بالحدث النضالي نشرت صحيفة ديلي تيليغراف مقالا للخبير بالمجلس الأطلنطي جوناثان فيرزيغر قال فيه إن الصور من غزة عن الأبراج التي سويت بالتراب والأطفال الذين علقوا أو علقوا وسط الهجمات ولدت معظم الغضب العالمي فضف فيرزيغر في مقاله إن قطاع غزة أو أن قطاع غزة تعرض للدك على مدى أحد عشر يوما بالمقاتلات الإسرائيلية المتقدمة مخلفة وراءها مشهدا جهنميا من الأنقاض الاسمنتية والشوارع المحفورة والعائلات الفلسطينية التي تندب أكثر من 240 من أقاربها التي قتلتها الترسانة العسكرية الإسرائيلية برز قادة هذه المنطقة الصغيرة التي تسيطر عليها حماس كأبطال محليين وأظهروا قدرة على إلحاق الضرر بإسرائيل عبر آلاف من الصواريخ ما دفع لعادة النظر بتأثيرهم الدولي حسب فرزيغر الذي قال إنه لو تم عقد الانتخابات الملغاء وكانت مقررة في الثاني والعشرين من أيار مايو مرة أخرى فإن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس سيبدو مهزوما وحماس المنتصرة والمسيطرة على البرلمان وشدد على أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وقائمة من الجنرالات عن نهاية المهمة حيث دمروا كل شيء على قائمتهم من شبكات الأنفاق وراجمات الصواريخ وغير ذلك ما هي إلا مجرد كلام فارغ إن وراء توليد معظم الغضب الدولي هو عدد القتلى غير المتكافئ والأبراج التي انهارت في غزة بسبب القنابل الإسرائيلية والأطفال الذين علقوا وسط الهجمات وختم فيرزيغر بالقول إنه رغم الدمار الذي حل بغزة لكن سكانها فخورون بأن ينظر إليهم أو بأن ينظر إليهم كحماة للهوية الفلسطينية وأشعر أقاربهم في الشتات بالإعجاب من قدرة غزة ضعيفة على الانتقام من إسرائيل التي انتهكت قداسة المسجد الأقصى توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند موضوع مصادقة مجلس صيانة دستور الإيراني على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستبعاده بشكل خاص شخصيات من الإصلاحيين المعتدلين اعتبرت لوموند أن الهدف من ذلك هو ضمان فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي من المتوقع أن يخلف المرشد الأعلى في نهاية المطف تم استبعاد كل من كان من الممكن أن يوقف المرشح المفضل للمحافظين المتطرفين رئيس السلطة القضائية الشخصية المركزية المتورطة في جميع الحالات الكبرى لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران والذي يبدو أنه في طريقه إلى أن يصبح الرئيس المقبل للبلاد إن استبعاد ملفات ترشح نائب الرئيس الإصلاحي إسحاق جهانجيري ورئيس البرلمان السابق 2008-2020 المعتدل علي لارجاني من الترشح يعد ضربة لآمال بعض الناخبين الإصلاحيين الذين كانوا يعاولون على الذهاب إلى صناديق الاقتراع لمنع إبراهيم رئيسي من تولي الرئاسة ويعتبر استبعاد علي لارجاني حتى اللحظة المفاجأة الكبرى فهذا الأخير مع أنه ظل لفترة طويلة مستشارا للمرشد الأعلى علي خامنئي إلا أنه اقترب من الرئيس روحاني في الفترة الأخيرة وأصبح مكروها من قبل المحافظين المتشددين بعد أن قدم دعمه للاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي الذي أبرمه حسا روحاني عام 2015 مع واشنطن ولندن وباريس وموسكو وبكين وبرلين واعتبرت لوموندن المعطيات الحالية تشير إلى أننا أمام انتخابات مع سيناريو مكتوب بالفعل حيث تم الإعلان عن قائمة المرشحين السبع المعتمدين في الرابع والعشرين من مايو من قبل وكالة فارس شبه رسمية القريبة من الحرس الثوري الجيش الإيديولوجي للجمهورية الإسلامية وأنصاره المتحمسين لإبراهيم رئيسي على أنقاض صالونه المدمر في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة يواصل الشاب الفلسطيني هاشم الجاروشة 33 عاماً يواصل ممارسة مهنة الحلاقة مصدر رزقه الوحيد وبعد توقف أو بعد وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل قرر الجاروشة وضع كرسي ومرئات والقليل من أدوات الحلاقة فوق ركام صالونه شمال مدينة غزة ليتمكن من ممارسة مهناته التي تعتبر شريان الحياة له ولعائلته ويأمل الجاروشة الأب لطفلين أن يعيد بناء صالونه في أقرب وقت لكي يتمكن من إعالة عائلته وعائلات العمال الذين كانوا يرافقونه في عمده والآن مشاهدين إلى كاريكاتير اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا نواب هذه الرسوم نصل لفتام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوة أهدمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة